السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله اهلا وسهلا بك بارك الله على الرجل الطيب الله يبركك يا مولي بارك الله عليكم وعلى الميديو والرديو ديائكم ان شاء الله حافظك الله اخويا احبكم في الله والله والس glob احبكم الله يا رب الله اعرف مقامكم الحمد والله مكرمت ماكرمت انهذا معكم كل يوي بله ماكرمت الله يعلي دراجك يا مولاي الله يحافظك و است觀 هذه واحد السؤال نعم. آآ يقول لك عبد الغال على حسب آآ يطل الله سبحانه وتعالى يقول. نعم. فمن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون. نعم. كي يحكموا على الناس بلا بلا الشريعة. نعم. يحكموا الانسان بالامثال. نعم. وكيرجعوا اللي يكون مظلم كيرجعه هو الظالم. نعم. واش ما هو الجزاء ديال هذوك الناس هذوك. ايام وي. يكون واحد مظلم. كي يوقفوا عالي شي Fallout. نعم. وكيبقوا يجيبوا عالي شي امتلك. كيقولولون فلان فلان. هو شي كن يقول. هوش يقول فلان فلان هي؟ وكلرجعوه المظلم كيرجعوه الظالم. ايام. يالمجزاء لهحتو الناس هذوك. كي اجازك الله بخير. براك الله فى.. ودرينا 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 واحد دعاء فها ديلة مباركة. particular.hev يا رب يا ربي يا ابني اخي. بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا شكرا سيد ادريس حافظك الله ورعاك الله واسعدك الله وجعلك الله من اهل الايمان واليقين الحمد لله نزل وجدة معروف الحمد للك قلودك البندين الطيبة بين جامع جامع كين جامع الحمد لله ربنا عز وجل لحبها باهل الايمان واهل اليقين واهل النخوع كنا في الحجة ديال المقدسة وكانوا معنا ناس جادة رجال اصحاب مواقف وكلمتهم سيف الى الكلمة ما كدوش وهذه الحمد لله وحدة فضيلة ونعمة كبيرة سيد ادريس هذه الاية القرآنية ومن لم يحكم بما انزل الله فالك هم الظالمون ربنا عز وجل وضع احكام وضع عقيدة وشريعة الدين هو عقيدة وشريعة لكي ينظم بها الله تعالى المجتمع وهو امر ضروري لان البشر بغير دين سيصيرون مثل الغاب فيها حيوانات القوي يأكل الضعيف والحياة بلا دين اصبح كلها عبارة عن مأساة الدين هو الحياة الدين هو الحياة ولما انزل الله تعالى هذا الدين جعل العقيدة هي تربطك بالله العقيدة تربطنا قلوبنا بالرحمن والشريعة هي تنظم العلاقة فيما بيننا نحن فيما بيننا عدنا شريعة طبعا الشريعة فيها عبادات ومعاملات هذا الأمر ان شاء الله نفصله فيه في البرنامج دي الدين والحياة جوابا شافيا في الشريعة اما عن طريق التنصيص قد يلقوا قال الله تعالى هكذا واضح بينا او قال الرسول صلى الله عليه وسلم واذا لم نجد مباشرة قد يلقوها بالقياس او بالاما ما يسمى عند العلماء بعلم الدلالة الدلالة العبارية والاشارية وبالاقيسة القياس المساوي والاعلى والادنى وبالسيمة الاشتهادية الاخرى كسد الدرائع وفتح الدرائع والعرف والعادة والاستصحاب وغيرها فالذي لا يحكم اذا وقعت قضية لا بد ان نحتكم الى شريعة الله وهي واضحة يعني الغالب عليها واضحة الا في بعض الدوائر كتسمى فيها بعض المشتبهات يعقلها العلماء والفقهاء وهذه الاحكام لا بد ان نخضع لها في علاقة تزاوج مثلا الزواج لا بد ان نخضع لشريعة الاسلام الرجل يتزوج بالمرأة ولا بد ان تكون المرأة حلل عليه فما يمكن ان يأخذ اختها يجمع بين المرأة واختها ما يمكن ان يأخذ عمتها وخالتها ابدا هذه في الشريعة غير مطلوب او تكون العلاقة الزواجية قد اتلقوا في المقهى وسلم عليه وسلمت عليه وقال لك تعجبينه انت كنعجبك وقالوا احنا غير زوجه هذا كله هراء لا بد للزواج عنده قواعد لا بد من استشارة الولي ولا بد من تسمية الصداق والقبول والاجاب ولا بد من الاشهار ثم من الوليمة هذه كلها قواعد وليس ان نلتقي في مقهى او على شاطئ البحر ونقول تزوجنا هذا ليس شريعة الله وقس على ذلك في كل نمط الحياة في المجال الاقتصادي والمجال السياسي والمجال العلاقات الدولية هذه الامور فيها مقاصد عامة اي نعم هناك في الاحكام الفردية كالقو الشريعة الاسلامية نصت على الاشياء دقيقة في القضايا العامة وضعت مقاصد عامة فيها جلب المصالح ودفع المظالم ودفع الادرار وكلها قائمة على المصالح ودفع المفاسد فالذي اذا وقع في وقعه ولم يحكم بما انزل الله ربنا قال فالذي هم الظالمون بل منهم في اي اخرى قال فالذي هم الكافرون وقد جاء ذلك في سورة يوسف لما كان نبي الله يوسف في السهن وكان يحكي للسجناء كان يؤطرهم ربنا جعل يوسف في السجن باش يقولوا الصحابة ديالو هم السجناء كانوا مجرمين وصاروا ببركة الله تعالى من اصحاب النبي يوسف عليه السلام وهو الذي لما ذكر الله تعالى الاحكام الشرعية قال ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون وفي الاية التي تليها قال ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون وهنا المقصود بالحكم اي حكم هناك من قال هي الحاكمية لله بسببها نشأت حركات اسلامية ونشأت جماعات اسلامية وطالبت بالتحكيم وقالت الاسلام هو الحل ولا حكم الا لله وهذا شعار كبير وجميل لكن في التطبيق يحتاج إلى اجتهادات ويحتاج إلى تنزيل ويحتاج إلى مجالس علمية وفقهاء وخبراء واهل خبرة واهل توجيه اما ما قلته اخي ادريس عن انسان من يقع نزاع بين جوجة الناس واحد يحكم الامتلة ويحكم العادات والتقاليد هذا مسكين ما عنده علم لو كان عنده علم مثل امتلة مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم كينها عن الظلم اللي كانوا يحتكموا اليه الجاهليون كما يقول احد شعارهم وهل انا الا من غزية ان غويت غويت وان ترشد غزية ارشد او ارشدي هذا شاعر يقول انا ما عندي قانون انا عندي القانون دي الجماعة عندي القانون دي الغزية قابلة غزية وان غويت غزية اغوى وان ترشد غزية ارشدي يعني الهما دارو الخير دير الخير دارو الشر دير الشر وكي احتكمو للقيم ديهم لهذا لما جاء الإسلام نفى هذه القيم لنبتت عن عادات وتقاليد متوارطة وقد تكونوا بالية ومصادمة لحقوق الإنسان ومصادمة للعدال الاجتماعية وقال صلى الله عليه وسلم أنصر أخك ظالما أو مظلوما قالوا يا ربي يا رسول الله ننصره ظالما عرفناها لكن كيف أو ننصره مظلوما عرفناها فكيف ننصره ظالما قال تمنعه عن الظلم تكف عن الظلم فالذي يترك الشريعة وهي واضحة بينة ويحتكم لعادة وتقاليد مصادمة للشريعة هذا يخاف عليه لا نقول كما تقول بعض الجماعات الإسلامية بالتكفير كان سيد قطب رحمه الله وهو علام كبير وأديب في الأدب وفي الفنون البلاغية أصدر كتابه الشهير معالم في الطريق الذي كان ممنوع وبنى فكره على هذه الآية ومن ثم لفظ حكم بتكفير الأنظمة السياسية الحاكمة وكفر المجتمعات التي توالي الحاكم الظالم وكون الشريعة المعمول بها مهملة والقانون السائد وقانون غربي مستورد إمبريالي استعماري هذا التأويل ربما كان فيه شيء من ليس فيه مصناقية كبيرة وأدى إلى استضام ما بين أبناء الحركة الإسلامية في الوطن العربي وبين الأنظمة السياسية وكان كارتيا تلاتين سنة تراجعنا فيها إلى الوراء عوض أن نحيي إيمان الفطرة وإيمان العقل وإيمان البناء والتعمير خطوة خطوة لكنا قد وصلنا إلى الكثير لكن في الأخير صارت عندنا أدبيات سجون وظلامية وبكائيات وغيرها فأسأل الله الكريم سيد إدريس أن يحفظك مولانا ويطول عمرك وزيدك الله من فضله ومن نعيمه اللهم أمين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله